أعلنت وزارة الخارجية وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي إلى العاصمة مقديشو في إطار دعم مصر لمساعي دولة الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها وأوضحت الوزارة أن المساعدات تأتي في إطار تنفيذ مصر لالتزامتها بموجب بروتوكول التعاون العسكري والموقع مؤخرا مع الصومال تأكيدا على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية ترجمة نانسي قنقر